الواقع اللي احنا نقشناها مبارح ولما نقشنا هذه القضية بالامس نقشناها اولا لان الرأي العام كله اهتم بيها مقتل طفلين المتهم هو الاب قبل ما يتم اتهام الاب كان فيه حكايات متدولة ومتنثرة عن سيدة ترتدي نقابا خطفطه كان فيه حكايات تانية عن انتقام بسبب الاثار ان الاب بيشتغل في الاثار واللي بيشتغله معاه في ذلك انتقموا منه بهذه الطريقة وكان فيه كلام عن الجن والجن والشعوزة انه اقحم نفسه في هذا العالم اللي يمكن ان يصيب الشخص بالطرابات نفسية ويتخيل ويتوهم اشياء ويعتقد انه لما يموت اطفاله وكأنه يرسلهم الى الجنة كما قال في التحقيقات كان فيه حكايات متناثرة ومتدولة كثيرة قبل ما يعترف الاب ولما نهيشنا القضية بالامس وجدت الحياة اليوم ردود فعلة مختلفة اهالي البلد اللي بينتمي اليها المتهم المتهم محمود نظمي غضبون جدا يعني لانهم كانوا عايزين ان يبقى في كل جبهة بتبقى عايزة انك يعني ترضي ما بداخلها بالتأكيد هم عندهم شعور بالصدمة بالزهول وعدم التصديق اه وبالتالي هنا يريحهم جدا انه على طول يقال ان الاب مالوش علاقة بهذه القضية ممكن اه امال ليه معمولة المحاكمة امال ليه عندنا اه الاجراءات تتعلق بان فيه اه شرطة تلك القبض وتعمل تحريات اه بعد كده نيابة تحقق وبعد كده محاكمة والمحاكمة كمان اه لها اجراءاتها اه ودرجاتها القانونية المختلفة يعني كل ده ليه علشان يضمن اه حق المتهم فيه محاكمة عادلة اه تماما يعني مفيش حد حتى والمتهم بيتحاكم اسمه متهم ما اسموش اه اه اسف قاتل الاطفال لا اسمه متهم ويظل متهما حتى صدور الحكم ضده وحتى كمان الى ان يصبح الحكم نهائيا وباتا فهنا بيبقى فيه اه اه شعور بداخل كل جبهة هتلاقي فيه اهالي البلد لانهم تحت تأثير عدم التصديق وعندهم حق يعني اب بيعيش بينهم وحالته المادية ميسورة و يقتل اطفاله جرائم من هذا النوع بتعمل هزات اجتماعية ويبتدي اعتقد الاطفال في هذه القرية او في المدينة اللي بيعيشوا فيها كمان اه لما يتم تناقل ده انه يعني ممكن طفل يقول ابوه هو انت ممكن تعمل فيها كده اه وبالتالي هم عاوزين اه يعفو انفسهم ويعفو القرية كلها من مناقشات من هذا النوع ومن انه يبقى الاب هو القاتل ممكن ما يكونش الاب هو القاتل لكن اللي حيوثبت ده اه اللي حيوجهله اه الادانة او التبرئة في النهاية هي المحكمة اه زي ما قلتلكو عدد كبير من الجرائم من خلال عملنا المهني بتكتشف انها ليست منطقية منطقية يعني يعني الجرائم العائلية كلها مش منطقية مفيش حد يتخيل ان فيه ام تقتل ابنها او العكس او اب او العكس اه محدش بيتخيل ده لكن بيحدث ذلك وشوفوا صفحات الحوادث عشان كده بنقول تعالوا نخضعها للتحليل النفسي والاجتمام في المقابل كمان بيبتدي اه الجهات الامنية اه تقول كمان انه ما اصل فيه في الحلقة ناس قالوا اه ما معناه وما فحواه اه ان اه مش الاب اللي قتل وانه ربما ام لي عليه ذلك كل ده كلام مالوش علاقة بجهات التحقيق ومالوش علاقة بمصار القضية اه القضية بتناقش مجتمعيا لانه دايما في كل حتى تشوفوا صفحات الحوادث كلها قضايا لسه بيتم التحقيق فيها نيابة وحتزهب للمحكمة بعد كده او ربما هي في المحكمة او في النيابة لكن الجانب المجتمعي اللي احنا بنحاول نحلله ونشوف قدمنا مبارح بعض المعلومات المتعلقة بهذه الوقع اولا على الاقل يعني هنا تم استبعاد العامل المعيشي والاجتماعي انه اتضح ان الاب ميصور الحال يعني وورث فروة عن ابيه لكن ده كمان لا ينفي انه يرتكب الجريمة وليس دليلا معايا ولا ضده يعني لا يبرقه ولا في نفس الوقت يدينه يعني كل ده هنسيبه للمحكمة والنيابة فحتلاقوا في اطراف هنا تغضب وتقول والله اصل المناقشة كانت متجهة على فكرة انه القضية ملفقة طيب هي الشرطة هتلفق ليه هي الشرطة تجيب ابو وتقول له اعترف بقتل طفلي كليه مع انه جريمة من هذا النوع اثرها على المجتمع بتكون سيئة جدا لكن في ناس بيستهويها انها تقول كده ودايما في كل الجرائم في حالة عدم تصديق وبيبقى احيانا الشخص بيبقى قتل في وسط الشارع كده ويقول انا ما قتلتش وهناك تلاقي فيه ناس تصدقه وكمان يمكن للشرطة ان تقدم متهما والمحكمة بتبرقوا بعد كده وكان فيه اكثر من وقعة واكثر من قضية احنا تابعناها معاكم يعني ربما حتى برنامجنا الذي صبق هذا البرنامج كان فيه قضية شهيرة لممثلنا الشيء اسمها حبيبة سجنت لمدة خمس سنوات بتقومت قتل زوجها القطري الجنسية واتضح انها ما قتلتوش وان بالصدفة اكتشفوا ان حد بيبيع ساعة الساعة دي هي ساعة الزوج القطري ودول كانوا اللي قتلوه علشان يسرقوه يعني فيه جرائم بيكتشف حتى بعد عدة سنوات ان الذين حتى قدينوا لم يرتكبوه يعني فأنا بقول ده ليه لانه فيه حالة من عدم التصديق بتنتاب المجتمع وبيبقى عندهم حق فيه عندك عوامل كثيرة قدامك ولما بتكون الجريمة عائلية ما بنتخيلش ابدا ان فيه اب يقتل اطفاله او ابن يقتل امه او الاب فامام حالة عدم التصديق عايزين اللي يريحنا دائما عايزين ان نقول كده نطلع نقول ان محمود نظمي بريء ولم يرتكب هذه الجريمة ما ينفعش نقول كده ولا ينفع نقول كمان ان محمود نظمي اه هو القاتل محمود نظمي متهم اه بالقتل والشرطة تقدمه كمتهم والنيابة توجيه اليه الاتهامات هو اعترف ومع اعترافه الناس بتقول لا مش مصدقين وربما خضع لضغوط طيب ايه اللي هيخلي حد يكبره على هذا الاعتراف كل دي اسئلة مش معنى كده ان احنا نوجه او عايزين ندين محمود نظمي او نقوم بتبرئة اشتركوا في القناة